روحت النادي الاهدي وجاءة الامنية وجاءة الامنية الحقية بشكل عام فترتك مع النادي الاهلي انت مبسوط منها راضي عنها ولا كنت شايف انك ممكن يبقى فيها افضل لا طبعا اكيد كان فيها افضل من كده بكتير وكمان انا كشريف كمستوية وكامكانياتي انا اممكن مش هزا اقول لك مثلا ممكن نص امكانياتي بس اللي طلعت شوفوا درجة ايه الحمد لله كان عندي امكانيات قد كده بكتير كمان وكان لأثر نفسيا عندي كمان شوية المنتخب ان انا ما كنتش اساسي فترات كبيرة في المنتخب ده كان بداية جدا وبيأثر عليها بالسلب يعني كل ما اروح تجمع منتخبات يعني انا اكتر ناس روح تجمعات منتخبات ودائما كنت اروح دائما في التصفيات افريقيا او كاس العالم انما البطولات المجمع لا ما ده كان فيه حت افكار كده يعني كانت عندي طبعا كابتن يعني في ساعتها كان الكابتن حسن شحاته وكان معاه في الجهازة كانت نشوي غريب وكابتن حماد صدقي كان هو افكارهم في الوقت ده كده خلي بالك كل مدير فني وليه قناعات طريق اه وليه قناعات وليه مجموعة مؤمن بيها هو كان من المجموع هو من المدربين المؤمنين بمجموعة معينة فبيستمر بيها صح طيب دي كان بدايتك مع الاهل اللي انت حكيتها بتكيه وليس نهايتك مع النادي الاهل او نهاية تعاقدك مع النادي الاهل على ما اتذكر كان فيها برضو كان فيها قصة كان فيها قصة وانه ازاي تمشي وكان نهاي ماشي معك جده تقريبا وقتها ماشي معاه جده بس كان الكواليس بقى هنا لا انا كنت لسه مجدد ايوة لكن كان ايام المهندس محمود طاهر كلمتك ساعتها اه كلمنا اكلمنا اكتر مرة عشان يعني قلت بداي وكنت العادة لسه خلصوا في الناس وانت مش عايز تعمل المشكلة مع الاهل الموضوع بين نارين خلي بالك عصة انا عضيتي كذبانة كذبانة ايوة حقك حقي وعالورق كذبانة جده واي حد اجنبي كان هيعمل كده طبعا طيب انا كشوف على فضيل راجل حب النادي وعمل مستحيل عشان يجي نادي الاهلي ما ينفعش يا جارف عضاء وعنادي الاهلي يستحيل يستحيل اللي هو انت وقعت تجديد التعاقد بعد كده اللي حصل يا كريم ان انا كان عقدي خلص تمام فكابتن علاء عبدالصادق طبعا هو كان رئيس جهاز الكورة كان رئيس جهاز الكورة اللي كان موجود في النادي في الوقت ده فكان معاك كابتن الوالجمعة تقريبا على موضوع كان ميشي كان موجود يعني اه او حاجة زي كده فكابتن علاء اللي تعالى هنجدد وعدنا ومضينا ثلاث سنين وخد كمان جده ومضى ثلاث سنين كان كابتن فاتح مبروك هو مدير الفني في الوقت الحالي ده والحمد لله ممكن يا كريم فترة دي الوحيدة اللي كنت الحمد لله فيش اصابات خلص فيها اه وعشان يتأكدوا لعبت ماتش المقصة وكسبنا اتين سفر في المقصة وكان ماتش صعب جدا كان ايام الاب جلال هناك انا فاكر انت لعبت في الاخر كويس عشان كنا حتى هم رحوا مجددوا معاك شريك ما هو كويس ومجدل تمام والحمد لله ما فيش اصابات ولا فيه حاجة فالناس تأكدت فمضى تمضي معي ليه ماضيت ثلاث سنين وتأيت في افريقيا تمام جده ماضى ثلاث سنين وما تأيتش في افريقيا محليا بس بص بقى هنا كان جده تريبا عنده اصابة وقتها لا كان موجود والله لا كان لعب معي برضو اصلاح فاكر ان انا ما تأيتش في افريقيا تريبا عشان اصابة بتاعته كان تطول تريبا كان لسه راجع من صليب حاجة زي كده يعني فالمهم يعني الحمد لله انا مضيته جده ما تأيتش في القايمة الاولى انا تأيت في القايمة الافريقية فخلاص يعني انت موجود فاللي حصل بعد كده ان انا فجئت ان هم عايزين يطلعوني اعارة يعني يبيعوني لنادي المقاطس كان بيع لان هم عايزين يجيبوا حد تاني وكان فيه اتنين لعيبة تانين هم المفروض يمشوا وكان شريف حازم وكان احمد عبزار تقريبا حد كده ففجئنا في اخر لحظة بعد ماتش اسبانيا كان فيه ماتش ودي في اسبانيا خلصنا هناك كان اللي ماشي شريف حازم وعبزار رجعنا بقى شريف حفضيله جده ايه اللي حصل في الحتة دي مش عارف صدمة بقى اه هي دي بقى انا صدمت انا عدت طبعا في زهول فترة مش مصدق يعني هو النادي طبيعي مش هيعمل كده هو النادي مش عايز يقذيك النادي عايز يشوف لك حاجة ترضي جميع الاطراف طبعا ان هو برضو مش عايز يسيب شريف كده اه اتفاجئت ان تم الاستغناء عني واتبعتت فلوس لاتحاد الكورة اه اتفاجئت طبعا بالكلام ده كله طبعا كازا محامي كلمني وكن كان سهل جدا ان نوصل والمحاميين اللي هنا كلموا لي ناس في سويسرا وهناك ان تواصل معاهم فقلت له يا جماعة لا يعني مش هينفع خلونا بس نشوف النادي يعني الناس يعني انا مع الاهلي عايز احلاها سلمي انا ننفعش مع الاهلي خش طبعا في عمري ما اقدر اخشش مع الاهلي في نقطة جديال ابدا او نقاش في حاجة زي كده فالموضوع تكتشفت اه ان كمان انا الماضي ثلاث سنين فحطوا سنة ونقصة نسبة مشاركة في التحاد الكورة اه فحطوا سنة ونقصة نسبة مشاركة من التحاد الكورة فالطبيعي قوانين الدولية هاخد عقد كامل عقدك كامل طالما ماضيت عقد بتاخده كامل طالما حضرتك النادي هو اللي بيفسخ من طرف واحد هو اللي بيديك عقدك كامل ده في الاتحاد الدولي ما فيهاش نقاش خلي بالك لو عرفوا الكلام ده مشاكل يعني طبعا وهيحسن مشاكل الاتحاد كبيرة طبعا احنا انا اكتشفت طبعا وما يجده حتى يمكن يعني اختصارة للكلام طبعا الحمد لله خدنا القرار الصح وقبلنا ناخد المبلغ اللي موجود وعدم رفع اي دعوة ضد النادي الاهلي يستحيل